نور وصلنا لمساحتنا التربوية النفسية وعالم الطفولة دائماً إلو حصة بصباحنا غيرها كلنا منحنا بيكون عنا أولاد مثاليين وأحياناً نقص عليهم شوية بأسلوب التربية كلنا من يكون عنا أولادنا عم يتصرفوا بطريقة إيجابية عم تجيهم تعليقات إيجابية من المحيط ولكن أحياناً في بعض الأهالي بيلجأوا للعقاب كنوع من السلوك الرادع تماماً هي تعديل السلوك أو بناء سلوك الطفل قدش بينشغل عليه من المحيط من المجتمع من الأهل بشكل أساسي يعني كل الأهالي بيتمنوا أنه ابنهم يطلع مثال بيتمنوا ابنهم يقول لهم حاضر يسمع الكلمة وأحياناً في بعض التصرفات أو أغلب تصرفات الطفل هي نتاج لتربية الأهل أساساً أنه الطفل هو شو ما كان سلوكه هو مراية أهله لنحكي عن أهمية بناء شخصية الطفل وسلوكه كيف نعدل سلوك الطفل كيفينا نشتغل عليه نفسياً معنا المرشدة النفسية رشع نوري سعد صباحك أهلا وسهلا فيك صباح النور أهلا فيكم سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك صباح النور بالبداية خلينا نبدأ من مفهوم السلوك شو نقصت فيه وتعديل السلوك أيضاً هلأ بداية أنت نعرف السلوك الإنساني بشكل عام هو أي نشاط يعني ممكن أنه يصدر من الإنسان ممكن هيدا السلوك يكون ظاهر أو هير ظاهر ممكن وفيه تعارف تانية بتقول كمان هو أي نشاط يعني كمان ممكن أنه يظهر من السلوك يظهر من الإنسان وممكن يكون ظاهر مثل أي نشاط فيزيولوجي أو حركي من نقوم فيه هيدا نعتبره السلوك ظاهر ممكن يكون سلوك محفي لأي عملية مثلا أنت تفكير أو سواس قهري أو أي شيء أنت عم تعمليه بالعقل الباطن هو كمان يعتبر هيدا نوع من أنواع السلوك ولكن هير ظاهر يعني فينا نقول أنه السلوك ممكن يكون ظاهريا وحارجيا وداحليا يمكن حكينا ببداية المقدمة أستاذي رشا أهمية سلوك الطفل اليوم بناء سلوك لطفل سليم نسمع بتعديل السلوك قداش فيعني فعليا نكسب سنوات من العمر مع طفلي وعدل سلوك لأنه حتى لو كبر في الطفل فينا نقول شوي مع بعض التصرفات لبعض الأهالي يمكن يتضايق منها أو فعليا هي سلوك غير محبب للمحيد بيقدروا يعدلوا سلوكهم بس قداش مهم نبلش معهم من البداية يعني أحيانا بتسمعي تقولي سلوكه سيء للطفل أو هو بناء أو بيعصب أو بيخانة أو بيعمل تصرفات ما فيني أنا كأهل أضبطة فهون هذا فكل يعتبر نحنا فينا نقول ضمن سلوك وآلية سلوك الطفل اليوم هلأ إذا بدنا نحكي مثل إنه مبدئيا عملية تعديل السلوك تحديدا فينا كمان نرجع نعلم تعديل السلوك شو هو يعني محتلف عن تعريف السلوك صحيح تعديل السلوك هو إجراء عقابي ممكن يقوم في الإحصائية يعني لأهل بالبيت أو إنه نلجأ للإحصائية التربوية في حال ما قدروا يسيطروا على الموضوع إجراء عقابي حصرا تعديل السلوك يعني هو منقول إجراء عقابي بس ما يعني ضرب هو ما يعني ضرب الطفل لا لا إحنا عم نحكي هو عملية يعني هو عملية تعتبر عقابية سواء كانت ممكن تكون تعزيز ممكن هذا تعزيز يكون نوع من أنواع العقاب عرفتي يعني ما عم نحكي شيء إنه ممكن يكون شيء يعني بيأذي الطفل بس هو عملية إنه عملية عقابية من أنواع العلاج النفسي السلوكي من التبع مع الطفل لنثبت السلوك المرحوب فيه ونقلل أو نطفي السلوك اللي لحنا بدنا نوقفه اللي هو سيء اللي هو عم يأذي الطفل والمحيط والعائلة سواء بالمجتمع سواء بالمدرسة فينا نحط فمنرجع من قول أنه تعديل السلوك هو تسبيت للسلوك المرحوب فيه وتقليل من السلوك هير المرحوب فيه إيه بيت تسبيته فهلأ لحنا نحكي عن عالية التسبيت والتعديل بس منرجع أنه منكمل التعريف وهو يعني حالة اجتماعية صحية بتساعد الأهل والمحيطين يعني بالطفل هو ما بس أني للطفل هو حالة نفسية للطفل والمجتمع والمدرسة فيعني أنه هي عم تساعد الكل ما بس الطفل لأني أكيد هيدا السلوك هير المرحوب فيه هو كتير سيئ للطفل وللمحيطين فيه طب خلينا هيك يعني نسأل حضرتك قبل ما أعطيك أنا نمازج وكيف ممكن نحنا نعدلها برأيك شو هي أبرز السلوكيات اللي نفسياً وتربويان تعتبر سيئ أو بحاجة أنه نعدلها بسلوك الطفل هو هلا إذا بدأ يجي أنا تربويان ما فيني قيم سلوك طفل إنه هيدا سيئ وهيدا صح لأني كل طفل وإلوه شي حسيت ويعني وبيئته كمان أنا بدي أنزر على البيئة كلها ما بدي أنزر فقط على سلوك الطفل بس فيه مؤشرات اليوم بس فيه مؤشرات بتاتي تماماً هذي بدي اللي كام مثل الضرب ضرب إزاء الزات إزاء رفقاته بالمدرسة البكاء المستمر معناته فيه مشكلة الحضب هلا بتروفي كتير فيه نوبات حضب بتصير مع الأهالي بالشوارع بتروفيها أنه ممكن أني مثلاً بدوا لعبة الأهالي رفضوا يجيبوا له اللعبة فبيحضب هاي سورة الحضب هي نوع من أنواع السلوكيات اللي نعتبر أنه بدأ تسخيح بدأ تعديل فيه الشتر فيه إزاء الزات وإزاء الأهل فيه التصرفات مثلاً السلوكية اللي بتكون هي أني معنى مناسبة بهيداً موقف مثلاً فيه العزلة فيه الانتواء بالمدرسة هاي دي كلها بتدل أنه فيه سلوكيات بدأ تتصحح بدأ تسخيح ممكن حتى اللعب بطريقة عدوانية هاي دي أنه يعتبر أنه سلوك يحتاج إلى تعديل فيعني أيها السلوك من يعتبره أنه هو أنه عم يؤذي الطفل أو عم يؤذي أهله أو عم يؤذي رفقاته بالمدرسة فهذا سلوك لازم نعدله لازم أنه إذا الأهل ما قدروا يسيطروا على الموضوع يستعينوا بحد تربوي أو نفسي يقدر يساعدوا طيب خلينا نحكي بتفاصيل أو نقاط مهمة بتعديل السلوك لما نقول بنا نعدل السلوك يعني بنا نسبت السلوك المرغوب فيه ونلغي السلوك فينا نقول السيئ كيف فينا نشتغل عليه بالأخير يعني حتى لما نقول الولد بيعمل نوبات غضب الولد عنيد أو الولد ممكن بيعمل تصرفات الأهل وما بيقدروا يضبطوها يبنشوفها بالمحيط طبعا بس بالأخير هي مو تكون ناتجة عن بعض الضغوطات للطفل ولا ممكن مختلف الموضوع لأ هلأ الضغوطات ممكن أنه أي طفل يعاني من ضغوطات ممكن يعمل ثورة غضب واحدة أو نوبة بكاء واحدة بس لما يكون يكرر عدد التكرار كمان إلو شيء إلو دليل بعملية تعديل السلوك إذا بدنا نحكي يعني محتصرا عن عملية أو يعني بنقول برنامج تعديل السلوك طبعا إلو حطوات متبعة تربويا ونفسيا ما أنه عملية عشوائية يعني وهي بداية أنا برجع بأكد أنه هي بحاجة لوقت يعني الأهل يكون عندهم طولة البال والوقت يعني موضوع تعديل السلوك سواء حتى للكبار أو لزهار هو مانوكة بستزر صحيح يعني بدنا أني نحنا نكون نحنا نكون مرتاحين نفسيا لنقدر نعدد سلوك الطفل لهيك أحيانا لحنا منعمل جلسات تحفيف ضغط نفسي عن الأهل لحتى يقدروا يتابعوا معنا إنه عملية تعديل السلوك للطفل أكيد ضد صبروك بس إذا بنا نحكي عن الحطوات هلأ بداية نحنا منثبت السلوك اللي لحنا منحبه اللي مرحوب فيه منحاول نثبتوا منعززوا كل مصار السلوك عند الطفل تاني شي منحدد السلوك اللي لحنا بدنا نهيره الهير مرحوب فيه منحددوا إنه هيدا السلوك أنا بدي وقفه على الطفل فهون هيدا عني حتوة تالت حتوة إنه كمان منحدد سلوك بدنا نشكله جديد عند الطفل يعني مثلا أنا هيدا السلوك البكاء بدنا يوقفه عند الطفل بدنا نحط بدع له سلوك بديل هون حددنا تشكيل سلوك جديد فأولا إني أثبت عم نعزز السلوك المرحوب عم نطفي السلوك هير المرحوب بعملية عدم التعزيز ثالث رحنا إني عم نحط سلوك جديد بدنا نشكله بعدين ونحط البرنامج اللي بدنا نمشي عليه اللي هو إنه نقاط معينة إني هاي لازم توقف هاي لازم تتعدن وبعدين بتيش عمليات المتابعة لهاي عمليات نظام أو برنامج تعديل السلوك بعدين بيجي تقييم لهاي النتائج إني أنا عم استفيد ولا أنا لازم عدل ببرنامجي أو أنا لازم هاي النقطة عهيرة إنه أنا لازم ضيف نقطة وبناء على التقييم بيبين معنا إنه نحنا عم نمشي صح أو لا السلوك عم ينطفي عم يتصبت لحنا بنسميها تربويا عملية تصبيت السلوك عم ننتبه إنه هاي السلوك عم يتصبت أو لا في حال التصبيت أو الإطفاء معنات أن نحنا ماشي صح في حال إنه لا السلوك عم يتكرر هلأ بداية يعني بداية إنه عملية تعديل السلوك بدي سبت بدي يعني أكد على نقطة معينة إن السلوك اللي هير مرحوب فيه يمكن أول فترة يزيد ولحنا ممكن نقول إنه برنامجنا هلأ طلق إنه هو طبيعي إنه ممكن يزيد أول فترة بس بيرجع بعدين عم ينطفي أي سلوك نحنا نعرف إنه حلو أو كويس أو بالنسبة لأهل هو منيح فوراً منعززه هيك من نكون عم نطفي السلوك بالمقابل اللي هو سيئ هلأ فترة الزمنية يمكن نعطيها لتعديل أي سلوك يعني أي برنامج تعديل سلوك ما بيصير بأقل من شهر أو شهرين يعني هيدا شهر نحنا نقول ناخدو عشرين يوم لنبلش نغير عادة آه يعني تحييني أنا في أهالي إنه بيجوا معي من جلسة أو جلستين إنه يلازم ما استفدت ما استفدت طب إنه دعما نقول والله الموضوع النفسي بده وقت يعني حتى أنت أو أنا أي حدي تعبار نفسيا بده وقت لا يتعلاج خلينا نحكي هيك عملياً وحتيكي السلوك هو كتير شائع عند الأطفال وعم يسبب عن جد إحراج للأهل هو موضوع البقاء عند الطفل لما يطلب أي شغلة وانتي ما تلب بلوياها حالة الرفض سواء مثلا بيكونوا بأماكن عامة بالأسواق مثل ما ذكرتي بالبيت أو حتى عند يعني زيارات يعني أنا بعرف حالات بيقولوا للأهل إنه أنا عن جد ما نقدران ما بتمنى بقى أطلع برات البيت فخلينا نحكي عن هذا السلوك اليوم حددنا كيف ممكن نحنا نروح فيه لعملية التغيير إيه سبنا نحط برنامج هيك سريع مثلا عملية البقاء أول شيء نحن نعزز السلوك عدم البقاء مثلا طفل لما يبقف بك شوي فورا إحنا بنعزز هيدا السلوك بيشي بيحبوا الطفل سواء مشوار سواء حتى لو حبت شوكولاء أو بمبونة أو أي شيء مهم إن إحنا عزيز حسسنا إنه إنت ليك إنه لما ما عم تبكي إنت عم تتعزز عفوا خليني بس هون أكد عن نقطة يعني عطيه الشغلة اللي بده إياها لا يسكت ولا لا مو الشغلة اللي يطلبها هو ما بيكون عم بيبكي هون السماء كان عم بيبكي هون ما بلش بالبكاء هون هو رايق صبح الطفل فاق رايق وما في شيء ردك فرق طبيعي جميلة على فعله طبيعي يعني أنا عم بوضح له إنه ليك أنت رايق شو حباب وأنا إنه كيف بكاء فاقك لما بتكون رايق هون إسا ما بلشنا بالبكاء تمام تمام إنه أنا عززت له هيدا الشيء معناته إنه هو هون اللي حي بلش يفكر إنه إذا أنا رايق ما عم بكي أنا ممكن إنه إنه أحصل على شيء بديه بطريقة أفضل يعني بعدين منحط السلوك اللي لإحنا بدنا نشكله اللي جديد اللي هو إيقاف البكاء هون من كنا حددنا بعدين البكاء لما بيبكي أي شي بيبكي حمس دقائق عشر دقائق أنا بتجاهل البكاء فورا لإني أنا حجوزا إذا شيء معنو ضروري هلأ لا سمح الله مريض أو بحاجة شيء ضروري هون اللي إحنا عم منقول مدة زمنية للبكاء أقصى هؤدي كيف مدة زمنية للبكاء هلأ ممكن عشر دقائق مثلا أنا أبي جاهل وما كأني حدا يبكي لأنه هو عم بيبكي على شيء أنا إذا أعطيته معناته أنا عم سبك له هيدا السلوك البكاء حلص إنت عم تبكي إنت بس تروق وتحلص بك أنا ممكن أتناقش أنا وأنت بس طول ما عم تبكي أنا ما قادر أتناقش أنا عم بيختي بس إنه ما يكون حالة مرضية هلأ ممكن يكون عم بيبكي مرض ممكن يكون عم بيبكي حاجة إنسانية هوني شيء تاني نحن نحكي عن حالة كهن نحن نحكي نحن نحكي أني عن حاجة أنه هو لأ أبضل عم بيبكي أبكي لأحصل عشر البدية لأ أنه أنا بتجاه أنه إنت لو ضليت عم تبكي عشرة أربع ساعة أنت ما حتحصل عليه إذا ما تفاهمنا وعرفت حاشتك أو تناقشنا هون بنكون عم نزرع سلوك جديد عند الطفل كمان الحوار والمناقشة أول مرة ثاني مرة ثالث مرة بيقوم بيصير بيتعوض الطفل أني أنا هذا السلوك ما عم يجي بمعي نتيجة أني أنا فيني بدل فيني عدل هون بتبلش عملية تثبيت التعديل ومنشوف أني هيدا السلوك عم بيوقف عنده أو لا فهو تجاهل نقطة مهمة بس الأهالي من كتن إنه ما شاء الله بيحبوا يدلل أولادهم أو هيك إنه صاروا عم بيتنافسوا عدلال فالكل بده أنه بس يعطيه أولادهم إنه الشيء اللي بده إياه وهون النقطة اللي عم تصير أكيد ويمكن أي تصرف أو سلوك بالأخير هو نتيجة فينا نقول المجتمع البيئة والأهل أهلا مثل البكاء هو سلوك مكتسع معنو فطري صحيح أكيدنا نشتكرك الأستاذ المرشدة النفسية رشا على وجودك معنا رشا النوري وأكيدنا نقول تعديل السلوك عند الطفل ممكن يكون بس بده شوية طولة بال وصبر عند الأهالي أكيد هين نبكز عليها بس الصبر وطولة البال إنه عن جد لح تلاقوا نتيجة بس طولوا بالكم شوي ويكون البرنامج عم بتطبق مثلا شهرين مع متابعة تربوية وأكيد لح تشوفوا النتائج فيها لهذه الشهرين بس إنه كبسة زر ما في شي نفسيا بصر وعن جد يعني كتير بنصح الأهالي إنه الاستشارات التربوية النفسية كتير شي ضروري بالحياة والمجتمع وأنا بتشكر أهلا وسهلا فيك يشوف كران كتير إليك يعني اللذي معكم